طيب هناخد بس الأول كمان كان فيه برضو من ضمن الأسئلة المهمة التي معنا السؤال المتكرر واللي اعتقد احنا جاوبناه بشيء من التفصيل الشديد في شهر رمضان المبارك لكن مفيش مشكلة بس يعني أرجو اني ما يبقاش فيه الوسواس الزائد ده طالما المسائل الخلافية اللي بيكون فيها أكثر من رأي أنا لو قلت أي رأي من هذه الآراء لا تسريبة على المقلد في ذلك الحال وبالذات ما نبتلي في بعض الحالات فقلد رأي بعيني يعني أنا مش عايزة الناس لما تكون المسألة مسألة خلافية كمسألة هل المرأة تغطي قدميها أثناء الصلاة ولا لا وييجي أحد المنتسبين للبيئة العلمية ويقول ما تنفعلكيش صلاة وانت كشف قدميكي أقول له جميل لكنك نقلت بعض العلم ولم تنقل كل العين الجمهور على أنه بتستر بدنها كله معدى الوجه والكفين والإمام أبو حنيفة وعندي كمان الإمام المزني وغيره وأعتقد وإمام آخر من الشافعية قالوا أنه قدم المرأة ليس بعوره هذا رأي ولا مش رأي هذا رأي من أئمة من أهل الاكتهاد والعلم ولا من أئمة من أهل الاكتهاد والعلم فبنقول والله إن استطعتي الرداء لما يكون سابغة فيغطي ظهور القدمين فبيها ونعمك والخروج من الخلافي أولى لكن لو أنا كنت في مكان ولبسة شيء مفتوح يعني لبسة حداء أو نعل يعني مفتوح فأنا جيت وجاء وقت الصلاة وروحت صليت وأم أقول لها صلاتك مش مقبولة لا يعني حتى الإمام مالك ذكر وقال أنه يعني هي بيكره أنها تعمل كده وصحح فعل الصلاة صحيح أنه قال ذهب إلى أنها ترجع تعيد تاني طالما الوقت يسمح وقال لو الوقت خرج مع لهاش إعادة ولكن يكره لها فعل ذلك أو يحرم عليها فعل ذلك يعني المسألة فيها نقاش مسألة خلافية والمسألة لما يكون فيها خلاف لا ينكر يعني ما جيش واحد ينكر على أحد أنه فعل ذلك فمن قلدت أنها غطت القدمين أثناء الصلاة واتبعت في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل الفقه والعلم فصحيح فعلها ومن صلت وظاهر قدميها دول مكشفين فبنقول كذلك صلاتها مقبولة على رأي الإمام أبي حنيفة ومن ذهب إلى ذلك من بعض أهل العلم يبقى المسألة فيها ساعة المسألة فيها ساعة أنا بقول بقول والله إذا أنا في استطاعتي إن أنا أغطي ظاهر القدمين وده ما فش يعني شيء عليه فبها ونعمة ولو صليت قدمي مكشوفة على رأي الإمام أبي حنيفة ومن ذهب كذلك إلى ذلك القول وطبعا هو هذا القول مش جاي كده بهوى إنما هو ناتج عن دراسة للأدلة الشرعية والتي انتهى إلى أن ظاهر القدم أو ظاهر قدم المرأة ليس بعورة وحتى الإمام ابن تيمة اختار ذلك الرأي يعني إحنا المسألة بين أخذ ورد أنا ليه بقول كده عشان اللي بيتشدد ويقول رأي واحد لا بس نراجع الأراء كلها وبلاش نشكك الناس في صلاتها زي مثلا واحدة بعثت لي لمركز يعني هي بتبعث له الأسئلة عشان يرد عليها فبيقول لها إنه صلاتك السنين اللي فاتت دي كلها باطلة يعني هل هذا الفعل من هذا الذي ينتسب أو بيقول أنا منتسب للبيئة العلمية هل يجوز إن أنا تجي لي واحدة تلاتين اربعين سنة بتصلي ولم تعرف حتى الحكم وقول لها صلاتك التلاتين اربعين سنة باطلة وإنك لازم تعيدي صلاتك مرة تانية طب ما أنت عندك رأيي الإمام أبي حنيفة لو قلدت أو حتى صنعت ذلك بجهل ده هي دخلت دخلت في حكم تاني خالص فإحنا مش عايزين نشك عن الناس ودايما بنقول وبنذكر الجمهور الحبيب بأن المسألة إن كانت خلافية إحنا لا يضيق بعضنا على بعض ولا ينكر بعضنا على بعض فإن قلدت رأيي الجمهور فبها ونعمة وإن قلدت رأيي الأحناف ومن تبعهم فبها ونعمة كذلك ولكن الوسط بين الأمرين مطلوب إن كان في استطاعتنا